بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لنبيه بعده بعد فهذه قراءة لأرجوزة نقاية التصوف وهي نظم لفن التصوف من نقاية العلوم للعلامة جلال الدين السيطي رحمه الله وفي ضمنها نظم لشعب الإيمان من نظم العلمة الأديب شاعر النبي صلى الله عليه وسلم محمد خليل الخطيب النيدي المتوفسة 1406 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد ربه الخطيب أحمد ربي وله أتوب مصليا مسلما على الوفي نبينا وآله والمقتفي وهذه نقاية التصوف فيا سعيد عرف بها وعرفي والله أرج لي وللجلالي السيطي رحمه الله مؤلف النقاية والمسلمين أحسن الأحوال تفريغك القلب لمن سواه مع احتقار كل ما سواه فجد كل الجد في الطاعات مبادرا في سائر الحالات وابدأ بمفروض ودع حراما وانبذ هوى وأكرم الكراما وأمت في المباح بالخياري فاسلك به مسالك الخياري فاسلك به مسالك الأخياري ولازم النفلة كن وجيها دنيا وأخرى واجتنب مكروها ولا تفي من حقه بذره ولو لزمت ما حيت أمره سبحانه وتعالى ولا ترى أقل منك أحدا حتى تموت مؤمنا موحدا فخف رحيما وارجوه مراحما لسيما الحسن وحسن الخاتما لسيما الحسن وحسن الخاتما فكم شكور قد قضى كفورا وكم كفور قد قضى شكورا مقيمة الأعمال والإرادة سابقة بالنحس والسعادة فالغر من يغتر أو يتكل والله قال يا عبادي أعملوا أعملوا فكل ميسر لما خرق له وسلم الأمر لمن دبره فلم ترى غير الذي قدره ولا تراقب غير أمر الله في خلقه يوقيت شر الله مستحضرا أن الذي قضاه مهما يكون لابد أن تراه مستحضرا أن الذي قضاه مهما يكون لابد أن تراه وأمت ملك الله والمملك اختار ما يختاره المليك وأنت مذول التجد ساري للمنتهى في الليل والنهار فحمل الفاني نحو الباقي وفن الفناء كله في الباقي سبحانه وتعالى هذا وإن كامل الإيمان من فيه تمت شعب الإيمان وينقص الإيمان قدرا ناقص فارغب إليه في اليقين الخالص بضع وسبعون بإخبار الخبر وهك هك مرتضاها بن حجر رحمه الله فتح الباري مفتاحها الإيمان بالديان ونعته الوارد في القرآن وكتبه ورسله وبالقدر والبعث والأملاك عز من قدر محبة الله وحب فيه كذلك البغض لمن يشنيه وحب طاها واعتقاد رفعته صلاتنا عليه قفو سنته صلى الله عليه وسلم صلاتنا عليه قفو سنته كذلك الإخلاص باتفاقي ترك الرياء منه والنفاقي صبر وشكر خوفه رجاء رضا القضاء توبة وفاء تواضع ورحمة الصغير من هو توقيرك للكبير والعجب والكبر الذميم جتنبي وترك لحقد حسد وغضب تعلم العلم العظيم الشاني تعليمه تلاوة الفرقاني والنطق بالتوحيد والدعاء والذكر الاستغفار والحياء والفرد والنفل من الصلاة فكر رقاب الفرد من زكاتي والجود والصوم الرفيع القدر والاعتكاف والتماس القدر على حث المضاف والتماس ليلة القدر وترك لغو رحمة توكل وستر عورة وطهر يجمل وحج طوافه والعمرة فراره بالدين فيه الهجرة وفاء نذر والتحر في قسم كفارة يبغي رضاء من قسم جل وعلا تزوج النساء والرجال لعفة والسعي للعيال تربية الأولاد بر الولد وطاعة العبد ورفق السيد وحكمه بالعدل والجماعة لازمة وللولاة الطاعة كذلك الإصلاح بين الناس حرب البغاة فيه والأرجاس وصلة الأهل مع الأمانة والخمس منها فاحذر الخيانة تعاون في البر والصلاح كالأمر والنهي مع الإصلاح والقرض والوفاء بالتمام حسن الجوار الرد للسلام وترك له واكتساب المال من طرق مشروعة حلال إنفاق في حقه ومن غدا مبذرا أو مسرفا يلقرد تشميت عاطس وكف الضرر عن العباد خيفة المقتدري جل وعلا وفي الجهاد والرباط للعدى ما يحفظ الدنيا ويبقي للهدى وإن في إقامة الحدود المنع من تجاوز الحدود إماطة الأذى على الطريق والحمد لله على التوفيق والحمد لله على التوفيق اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد بعدد خلقك ورضى نفسك وزيانة عرشك ومدد كلماتك رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين إلهي نجيني من كل ضرق فأنت إلى هنا مولى الجميع وهبلي في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفن في البقية وصلي وسلم وبارك على نبي محمد وعلا أعلي بصحابي أجمعين